اشتركوا في القناة تتضمن نسب مثلثية أساسية النسب المثلثية الأساسية اللي احنا متفقين عليها عاشر اللي هي ساين الكوساين والتان وتكون فيها مجموعة الحل ضمن دائرة واحدة أو ضمن دورة واحدة حلو كثير نعرف شي يعني معادلة مثلثية معادلة مثلثية هي معادلة بتتضمن نسب مثلثية لزوايا مجهولة انا بعرف شي يعني معادلة تربيعية هي المعادلة اللي بيكون فيها المتغير هو اكس تربية طب شي يعني معادلة خطية اللي بيكون فيها المتغير عبارة عن X طب شو يعني معادلة مثلتية المعادلة مثلتية هي المعادلة اللي بيكون فيها نسبة مثلتية الحل بده يعطيني قيمة لX طب شو هي X هي زاوية ضمن دورة واحدة طلع معي وحل هذه المعادلة تعني ايجاد الزاوية التي تحقق هذه المعادلة فعشان هيك اول اشي رح ناخده اللي هو مثال على المعادلات المثلتية زي ما انت شايف اذا بحكي ساين X تساوي نص معناته هاي معادلة مثلتية طب ليش يمس معادلة لانه فيها طرفين بينهم مسواة المتغير هو عبارة عن ساين X لما بدك تطلع قيمة X رح يتكون بتدللك عزاوية هي يعني النسبة المثلتية بتعطيني زاوية لما احلها نفس الاشي تان X تساوي 2.435 وهي 435 بالألف او 2 زائد كوساين X تساوي 3 ناقص 2 كوساين X او 2 ساين تربيع X تساوي 3 زي ما انت شايف ممكن يكون عندي متغيرات بالجهتين ممكن يكون عندي متغير تربيعي ممكن يكون المتغير لحاله وبرضو هون لحاله ممكن يكون تان او ساين او كوساين اللي هي النسبة المثلتية او 3 الرئيسية لقدته لها 10 بهاي الوحدة يمكن حل بعض المعادلات مثل ساين X تساوي A او كوساين تساوي كوساين X تساوي A باستعمال الآلة الحاسبة او استعمال ايش بتذكروا انت من القواعد اللي اخدناها بالتالت دروس اللي مضوا يا عاشر احنا اكيد ما اخدنا المعرفة السابقة عشان بس نرميها او نزتها لأحنا رح نوظفها عشان نحل درس اليوم نبلش مع اول مثال يا عاشر حل المعادلتين الاتيتين اول معادلة فيهم هي 2 sin x تساوي 1 ليه اسمها معادلة لانه في اشارة مساوى طب ليه اسمها معادلة مثلتية لانه في عندي نسبة مثلتية جواتها طيب نبلش نجهز قلمنا عشان نبلش نحل انا وياكم طيب لو نرفعناها برضو شوي عشان تكون اوضح بالنسبة لك عاشر طيب يلا هاي المثال رقم واحد عشان احل المعادلة المثلتية زيها زي اي معادلة فلو تكون المعادلة تبعتنا 2x تساوي 1 اول خطوة رح افضي من جنب ال x كل اشي على 2 على 2 فبتطلع قيمة x تساوي النص هاي قيمة x تساوي النص هي الحل للمعادلة المثلتية بنفس الطريقة انا رح افضي كل اشي من جنب النسبة المثلتية يعني انا رح اخلي النسبة المثلتية لحالها تمام؟ فالتنين اللي بجنب الساين رح اقسم على 2 على 2 فرح يطلع الجواب عندك او النسبة المثلتية للزوايا الربعية اللي هي هاد السؤال ما هي الزاوية اللي قيمة الساين لها تساوي نص اسهل اشي اجاوب عليه هاد السؤال لانه انا حفضت الجدول الكثير منيح فقيمة الساين بتكون نص عند الزاوية 30 معناته قيمة x تساوي 30 بس برضو بسأل حالي هاد السؤال منيح يا عاشر الساين اللي عندك هي نص اشارتها موجبة فبرجع بتذكر على طول الأرباع الأربعة الكل اون يجا ساين ضل تان الجتة اللي هي الكوساين معناته في عندي احتمالين للزاوية تكون فيها قيمة الساين موجبة لانه هيها الساين اكس تساوي نص انت شايف النص امامك النص موجبة ولا سالبة موجبة معناته الساين موجبة فيه ربعين في الربع الاول تمام طلعت قيمة الزاوية عندي 30 طب في الربع الثاني برضو الساين موجبة عشان هيك لازم تطبق على قاعدة الربع 180 ناقص الزاوية المرجعية 30 اللي طلعت معاي بيعطيك الجواب 150 درجة معناته قيمة اكس التاني هي المية وخمسين زي ما انت شايف بالحرف الواحد لهذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة ايش الفترة اللي اعطيتك اياها اللي علمتك اياها بالحصة الماضي انه رح يكون حلي ضمن هذا الرينج من صفر ل 360 درجة الزاوية الاولى طلعت معي اللي هي 30 ليه لانه قيمة الساين اكس على طول الزاوية اللي ساينها نص هي 30 بس لاحظت ملاحظة انه برضو الساين في الربع الثاني برضو موجب طب شو قاعدة الربع الثاني 180 ناقص الزاوية المرجعية الزاوية المرجعية اللي طلعت معي هي 30 معناته 180 ناقص 30 بيعطينا الجواب 150 وهي تأكيد لكلامنا انه هاي النسبة المثلثية ايه لحلين او هاي المعادل ايه لحلين 30 والمئة وخمسين ممتاز هاي هيك ابسط ايش ممكن يجينا عاشر هاي نحلناها بكل بساطة سألت حالي سؤال شو هي الزاوية اللي ساينها نص طبقت عليها بعدين رحت اشتغلت على سولافة الاربع الاربع واشارات النسبة المثلثية فيهم وسألت حالي نفس السؤال يا عاشر انه وين بتكون النسبة المثلثية موجب لهذا الربع منتاز ثلاثة كوساين اكس ناقص الواحد تساوي اثنين ببلش من الابعد عن المتغير زي ما منحل منو احنا صغار بعمل زائد واحد زائد واحد للطرفين الواحد مع الواحد راحت فبتصفي ثلاثة كوساين اكس تساوي ثلاثة لانو اثنين زائد واحد ثلاثة اكيد رح تخلص من الثلاثة فبقسم على ثلاثة على الطرفين على ثلاثة فبتطلع قيمة كوساين اكس تساوي واحد بس الحالة في هاي الحالة السؤال عاشر ايش هي الزاوية اللي قيمة الكوساين لها هي واحد بتذكر انا وياكم حكيت لكم انت ما في عندك غير خيارين اما تذكر جدول النسب المثلثية المشهورة او تذكر الازواج المرتبة تبعة الزوايا الربعية فهنا بتذكر انه النسب المثلثية تبعة الزوايا الربعية كان فيها الصفر واحد وسالب واحد معناتو اكيد هي من زاوية ربعية فبروح بتذكر رسمة الزوايا الربعية تبعتنا اللي هي الـ 0 و 360 الـ 90 180 و 270 اكتب الازواج المرتبة عندك واحد صفر عندي سالب واحد صفر وعكسهم هون صفر واحد وهون عندك صفر مع السالب واحد فبتطلع القيمة الاولى هي كوساين والقيمة التانية هي ساين صح؟ ايش هي الزاوية اللي كوساين لها يساوي واحد هما زاويتين الزاوية الاولى اللي هي اكس تساوي زيرو هي زي ما انت شايف والزاوية التانية اكس تساوي 360 درجة اهم ملاحظة لازم تلاحظها انك لما تحكي عن زاوية ربعية ما عندي اشارة للنسبة المثلثية ليه؟ لانك تختار القيمة بالزبط مثلا انا طلعت معي كوساين الاكس تساوي واحد وروح اتدورت مين اللي كوساين هي يساوي واحد فما في غير خيار ثابت عندك ما في اني اطبق على قاعدة الربع عشان اطلع شو هي الزاوية التانية لالها هي مش زاوية مرجعية الزاوية الربعية ولا عمرها بتكون زاوية مرجعية هي بين الاربع وليس ضمن الربع تمام؟ فما بنحكي مطبق عليها قاعدة all sine tan cosine never تمام عاشر؟ منتاز هي هيك بكون حلة تاني معادلة بكل بساطة سألت حالي سؤال ما هي؟ هذا السؤال اللي بدك تسأله لكل المعادلات الزاوية اللي قيمة الكوساين لها تساوي واحد اذكرت دايما دايما حط ببالك اذا بتطلع معاك الاجوبة اللي على الطرف الحل تبع المعادلة صفر او سالب واحد او واحد على طول رح تسأل حالك سؤال هي ضمن الزاوية الربعية الزاوية الربعية فش غيرهم بينما اذا بتطلع معاك القيم نص جدر الثلاثة على اثنين واحد على جدر الثلاثة جدر الثلاثة واحد على جدر الثلاثة اكيد على طول رح يروح بالك على جدول الزاوية المشهورة او اللي سمناها الزاوية المرجعية 30 60 45 تمام بس هيك الدرس هيك بس احنا قاعدين نتصعد شوي شوي بدرجة صعوبة الاسئلة فهيك خلصنا تاني مثال طبعا هون رجع اعكد لك الزاوية المرجعية هي الزاوية المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية في الوضع القياسي والمحور اكس زي ما حددنا من الدرس الاول في السؤال تمام الدرس الاول من الوحدة نيجي ل هايدا المعادلة تمام يلا يا عاشر على طول بنحكي انه المعادلة واحد زائد اربعة ساين ثلاثة اكس تساوي اثنين ونص حكالك انه قيمة اكس محصورة بين الصفر والتسعين درجة يعني بس قيم اكسي اللي رح تكون معي تغير الوضع عاشر بطلت قيمة اكس محصورة بين الصفر والتلاتمية وستين درجة بس قيم اكسي اللي بديها رح تكون موجودة ضمن الربع الاول برافو عليك ليه؟ لانه امتداد الربع الاول من صفر لتسعين اذا بتتذكر هاي الربع الاول هاي الزاوي صفر وهاي الزاوي تسعين فاي زاوي محصورة هون هي رح تكون بين الصفر والتسعين طب ميس كيف بدي احل هاي المعادلة بكل بساطة بحكيلك انه بتروح تختار نفس طريقة النقل اللي كنا ننقل فيها قبل شوي بدي اخلي الاربعة ساين ثلاثة اكس لحالها انسى وجود الثلاثة اكس عادي لا تعتبر لها وجود رحل ناقص واحد ناقص واحد تطلع اربعة ساين الثلاثة اكس هاي جوا قوس لحالها تساوي اثنين ونص ناقص واحد بيطلع عندك الجواب واحد ونص طيب واحد ونص على اربعة على اربعة على الطرفين تطلع عندك ساين الثلاثة اكس تساوي واحد ونص على اربعة رح اختار لك قيمتها على طول جاهزة عشان ما تغلبني ولا اغلبك يا عاشر رح تطلع قيمتها اللي هي 0.375 درجة تمام؟ مش درجة هاي نسبة مثلثية فواحد ونص على أربعة هي 375 قيمتها بالألف طيب أنا ما بدي الثلاثة إكس أنا بدي الثلاثة الوحدة شو أعمل يا مس؟ بروح بحكي لك بكل بساطة على طول بتروح بتحكي أنه ثيتا تساوي هاي اعتبرها ثيتا رمز لها بالرمز ثيتا خبيها سيك أنها مش موجودة ام صحة اسأل حالك نفس السؤال اللي كنا نسأله قبل شوي ما هي الزاوية اللي نسبتها المثلثية تساوي الساين لها يساوي 375 بالألف طب ميس انت حكتي أنه بس اللي رح يسألني عنهم هم الأشياء المشهورة اللي هي 1 عزر الثلاث جدر الثلاث جدر الثلاث عتنين النص وأحد الزوايا الربعية اللي هي قيمها رح تكون صفر أو واحد أو سالب واحد هون هاي المسألة طلع عن القيم اللي حكيت لك عنها فزي ما علمتك بالحصة الماضية مش الماضية اللي قبل الماضية لما يطلع عندك نسبة مثلثية غريبة انت بدك تطلع الزاوية شو بتروح تضغط على الآلة الحاسبة تضغط كبسة الشفت مع الساين هدول الكبستين مع بعض شو بيعطوك الساين انفرس يعني يعطيني الزاوية اللي نسبتها المثلثية هيك فبيعطيك الساين انفرس لأو بوينت ثرين سيفن فايف تكبس الرقم بيعطيك الجواب مباشرة يا عاشر هو تنين وعشرين درجة طيب ميس انت حكتيه لي ألغي وجود الثلاثة اكس أفرضها ثيتا معناته ثيتا هي اللي تساوي تنين وعشرين درجة رجع قيمة ثيتا اللي فرضتها ما انت ثيتا بس استعارتها استيعرضيك أني لو سمحتي أنا يزاوي ثلاثة اكس أنا متغلب فيك شوي فابدع روح أفرضك ثيتا بس أخلص حل برجع لقيمتك ممتاز حلت سألت حالي سؤال شو هي الزاوي لقيمة الساين إلها ثلاثمية وخمسة وسبعين بالألف ما بعرف هاي النسبة المثلثية فروحت استعنت بالآلة الحاسبة استعنت بالآلة الحاسبة بكبسة الشفت مع الساين مع الرقم يعطينا الجواب اثنين وعشرين طب هاي اللي اثنين وعشرين اللي طلعت معي يدير بالك هاي قيمة الثيتا اللي استعرتها طب برجع قيمة الثيتا كانت ثلاثة اكس صح تساوي اثنين وعشرين درجة طب خلي اكس لحالها على ثلاث على ثلاث طب تطلع مع قيمة اكس يا عاشر اللي هي جواب لاثنين وعشرين على ثلاثة اللي هو مباشرة سبعة فاصلة ثلاثة طيب بس ألحالي سؤال بحكي انه هاي السبعة فاصلة ثلاثة صحيح موجودة في الربع الاول طب معقول انه بس رح يطلع عندي جواب واحد بس لا الربع الاول اسأل حالك هذا السؤال نفسه ساين جواب موجب الساين موجب في الارباع الاول والثاني طب قاعدة الربع ثاني اللي هي سهلة مية وتمانين ناقص لاثنين وعشرين مش هيك احنا منطفقين يا عاشر انه دايما بتطلع على النسبة المثلثية اذا موجبة او سالبة الساين موجب في الربعين الاول والثاني طيب قيمة الساين الاولى طلعت معي للزاوية اثنين وعشرين طب قيمة الساين للزاوية الثانية اللي هي مية وتمانية ناقص لاثنين وعشرين رح يطلع معك الجواب على طول اللي هي مية وتمانية وخمسين الجواب رح يطلع معنا مية وتمانية وخمسين درجة طب يا مس هاي الزاوية ما هي ثيتا كاملة اللي ثيتا تساوي 3x مزبوط معك أنا معك ثيتا الثانية تساوي 158 طب رجع قيمة ثيتا اللي هي 3x تساوي 158 على 3 رح يطلع معك قيمة x تقريبا 10 طبعا احنا بنحكي قيم تقريبية لانا قاعد بقرب لأقرب عدد صحيح زي ما علمتك بحصة الدرس الثاني رح يطلع معك الجواب 52.7 يا عشر 52.7 درجة نرجع نعيد اشتغلت شغل المعادلات عادي بس انتبهت لشغلي كتير مهمة انه جواب الزاوي رح يطلع عندي قيم لأكس بين 0 والتسعين يعني اذا طلعت الزاوية 100 او 92 او 93 هي زاوية مرفوضة هي برا المجال اللي هم اعطيني اشتغل ضمنه رحت عادي اشتغلت شغل المعادلات نقلت كل ايشه للطرف الثاني بدي اخلي الساين لحالها على طرف ضلت الساين هاي الثلاثة اكس اذا مغلبيتك افرضها ثيتا ما هي ثيتا هي نفسها الزاوية خبين على الثلاثة اكس حكيت سؤالي المعتاد ما هي الزاوية اللي نسبتها المثلثية الساين تساوي 375 بالالف هذا الرقم صعب علي اطلعه فبروح بستعين بالالي الحاسبة زي ما حكيت لك على اغلب اسئلة الانتحانات رح تكون قيم الزايا المشهورة الثلاثة او قيم الزايا الربعية يفضل انه هيك الكل رح يحط اسئلة لانك ممنوع تستخدم آلة حاسبة اطلع معي الرقم هيك بدي احل المسألة على طول باستخدم آلة حاسبة شفت مع الساين عشان اطلع لك الساين الانفرس لالي 375 بالالف طلعت معيك الزاوية 22 بس بك تذكر انه هاي اللي 22 هي ثيتا طب انا ثيتا بدلت عنها كانت 3 اكس وعملتها ثيتا طب رجع ثيتا لمكانها صارت 3 اكس تساوي لـ 22 درجية 10 طبعا هاي درجة اقسم على 3 فتطلع معها قيمة اكس تساوي 7.3 هاي قيمة اكس الاولى طب انا ذكرت المسحكة اللي دايما بنتبه على الساين الاشارة موجبة ولا سالبة موجبة طب الساين موجب في الربع الاول وفي الربع الثاني لانه all sine tan cosine معناته all وساين هنا في هدول الربعين الساين موجبة طب ايش قاعدة الربع الثاني قاعدة الربع الثاني هي 180 ناقص الثيتا الثيتا الموجودة عندك اللي طلعتها هيني بحكي 180 ناقص الثيتا فتطلع قيمة اكس اللي صغيري اللي طلعت معنا اللي هي 7 فاصلا漂亮 الثيتا الأصلية اللي هي 22 طرحت 180 ناقص الثاني وعشرين طلع معي الجواب 158 طب هاي الخمسين قيمة الثيتا كاملة طب ثيتا كان الثيتا ثلتي كانت ثلتي اكس فبرجع ثيتا لأصلها اللي هي ثلتي اكس تساوي 158 على ثلتي على ثلتي فتطلع قيمة اكس تقريبا 52 فاصلا سبعة ليه تقريبا حكيتلك لانه بطلع معاك الجواب على الآلة الحاسبة 52.738 وهكذا فانت بتقرب بس لأقرب منزل عشرية واحدة في الزوايا بينما بالنسبة المثلاثية لا حكينا لأقرب 3 منازل عشرية هي هيك حلينا كمان معادلة منتاز طيب نروح نشوف كمان سؤال انا في عندك طبعا اتحقق من فهمي بتقدر تحل هدول المعادلتين بطريقة مشابهة طيب نروح نشوف شو فيه كمان عندنا حل المعادلة التالية علما بأن ثيتا محصورة بين الصفر و360 درجة هون دك تنتبهي عاشر انه الثيتا هون مداها زاد او الاكس مداها زاد صارت من صفر ل360 درجة مش زي قبل شوي كان الرينج تباحها صغير فمنبلش نحل زي ما انت شايف عاشر انه النسبة المثلاثية الساين بلشت تنذكر بحدين قبل شوي كانت خلص ساين وحواليها ارقام تمام كنت افضي كل اشي من جنب الساين لكن هون انتبهت لا ملاحظة مهمة جدا انه الساين موجودة في حدين لما كانت تكون الاكس موجودة في حدين شو كنا نعمل عاشر برافو عليكم كنا نسحبها عامل مشترك مثلا احكي لك 2 اكس ناقص او 2 اكس تربيع ناقص اكس كنت تحكي انه بما انه الاكس موجودة في الحدين فابدي اسحب اكس عامل مشترك اصحبها يا ميس يعني زيك انك قسمت عليها بالحدين اكتب اللي يضل سحبت من هون الساين ضل عندي 3 كوسين اكس ناقص ناقص من هون سحبت الساين ضل عندي بس لتنين لحالها واحدانية تساوي صفر ممتاز ارجعنا لخاصية الضرب السفري اللي كنا ناخدها بتاسع مس الحد الاول يساوي صفر والحد الثاني يساوي صفر فعلى طول بتحكي انه ساين اكس تساوي زيرو و 3 كوسين لحد الثانية اكس ناقص اتنين تساوي زيرو هاي بدي احلها وهاي بدي احلها طلع قيمة لأكس من هون وقيمة لأكس من هون بس الحالي سؤال سؤال المعتاد اللي اتفقنا عليه ما هي الزاوية التي قيمة الساين لها تساوي زيرو اتفقنا على شغلتين انه اذا بتكون القيم بصفر سالب واحد واحد بك تتذكر الزوايا الربعية واذا كانت القيم غير هيك اللي هي نص جدر الثلاثة على اثنين واحد على زدر الثلاثة جدر الثلاثة لحالها على طول بروح بتذكر الزوايا المشهورة اللي هي ثلاثين ستين وخمسة عربين هون عندي القيمة زيرو معناته زوايا مشهورة عفوا زوايا ربعية برسم الزوايا الربعية برجع على طول بحط الأزواج المرتبة واحد صفر سالب واحد صفر انت هيك عشان تسهل الحفظ عليك عكس بعض طيب هون في عندي صفر واحد وهون في عندي صفر مع السالب واحد عكس بعض تماما طيب انا بدور على قيمة الزاوية للساين اللي هيساوي زيرو طلع هاي قيمة الكوساين وهاي قيمة الساين مش هيك عاشر تمام معناته مين هي الزاوية اللي الساين اللي ساين لها زيرو هي الزاوية تسعين طب في كمان زاوية قيمة الساين لها زيرو اللي هي المية وتمانين فبحكي قيمة اكس اللي طلعت معي لا الحد الاول هي اكس تساوي صفر واكس تساوي مية وتمانين درجة هدول بحطهم ببوكسات هدول اول قيم طلعت معي برجع بعيد سحبنا الساين عامل مشترك طب مثل ليش قررتي تسحب الساين عامل مشترك لانه لما نرجع بانا وياك بالذاكرة لصف تاسع لما كانت الاكس تكون موجودة في حدين اسحب اكس عامل مشترك هون نفس الاشي الساين موجودة في حدين فقررت اسحبها عامل مشترك اكتب اللي ضل منها ضلت الثلاثة وضلت الكوساين اكتب اللي ضل من هذا الطرف السالب زي ما هو والاثنين ضلت هون والساين برا خاصية الضرب السفري انك رح تساوي الطرف الاول يساوي صفر ثم الطرف الثاني يساوي صفر هاي الطرف الاول ساويته بالصفر سألت حالي سؤالي المشهور ما هي الزاوية لقيمة الساين لها تساوي صفر المس حكت اذا القيم صفر او سالب واحد او واحد رح تكون احدى الزوايا الربعية فعليا رح ترسمت دائرة الوحدة مع الازواج المرتبة تبعت الزوايا الربعية او الاحداثيات قيمة الساين تساوي صفر للزاوية صفر وقيمة الساين تساوي صفر للزاوية 180 ورح تثبتهم على طول هاي اكس تساوي صفر هاي اكس تساوي 180 صفر درجة طب طب نيجي نحل الطرف الثاني الطرف الثاني بيحكي لك تلاتة كوساين اكس ناقص اتنين تساوي صفر اول اشي بابلش افضي من جنب الكوساين زائد تنين زائد تنين فبتطلع تلاتة كوساين اكس تساوي تنين على تلات على تلات فبتطلع قيمة كوساين اكس تساوي تنين على تلات طب ش يعني تنين على تلاتة يا مست قيمة لتنين على تلاتة اللي هي بتقسمها على الالة الحاسبة وبتسأل حالك السؤال ما هي الزاوية اللي قيمة الكوساين لها تساوي تنين على تلاتة مثل تنين على تلاتة ولا قيمة من القيمة المشهورة اللي انا متعلمها فبروح نلجأ للآلة الحاسبة لو تطلع على الآلة الحاسبة رح تكبس shift زائد كبسة الكوساين عشان الناتج يكون عندك كوساين انفرس لاثنين على ثلاثة رح تطلع مع قيمة اكس بكل سهولة يعاشر تقريبا تقريبا قيمة اكس تساوي 48.2 هاي قيمة اكس الاولى طيب احنا متفقين انه ممنوع بس اعتمد قيمة اكس واحدة لازم اطلع النسبة المثلثية هي موجبة ولا سالبة بتطلع كوساين اكس تساوي 2 على 3 اللي هي النسبة المثلثية موجبة الكوساين موجبة طب الكوساين موجبة في اي ارباع هاي اول هاي الساين هاي التان وهاي الكوساين معناته الاول والكوساين رح تكون فيهم الكوساين موجبة الاول اللي الربع الاول هي طلعت دليل جوابي 48.2 هي فعليا زاوية موجودة في الربع الأول تبضل عندي زاوية الموجودة في الربع الرابع برافو عليك عشر ربع الرابع ده أطبق على قاعدة الربع قاعدة الربع بتحكي لك الـ 360 درجة ناقص الثيتة اللي طلعت معك اللي هي 48.2 تطلع معك الزاوية الموجودة في الربع الرابع اللي قيمة الكوساين إلها تساوي 2 على 3 الزاوية اللي رح تطلع معك هي 311.8 درجات يا عشر بكل بساطة مسعادي يكون للمعادلة التربعية أربع قيم أكيد عادي لنهو نطلع عندك حد أول سويته بالصفر والحد الثاني رجعت سويته بالصفر لكل حد طلع معي قيمتين يا عشر بكل بساطة تمام ناخد كمان مثال وان برجع بأكد لك ان الحلول كانت صفر ومية وتمانين لحد الأول وثمانية واربعين فاصلتين وثلاثمية 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 لحد الثاني اطلع اللي على هاي المسألة عاشر اللي هي 3 ساين تربيع اكس تساوي 2 ساين اكس زائد واحد هاي المسألة زي ما انت شايف نفس الاشي الساين متناثرة في جميع الأطراف فبدي أحاول كلهم أقربهم على طرف واحد كيف ننقربهم على طرف واحد؟ عن طريق النقل بخصائص المعادلات يعني ناقص 2 ساين اكس هون رح نحط ناقص 2 ساين اكس ممتاز فصارت 3 ساين تربيع اكس ناقص 2 ساين اكس تساوي الواحد اللي ضلت هون طب حلو مثل الواحد كمان شو أعمل فيها؟ برضو نقولها ما هو بديك عشان تحل المعادل لازم تفضي الطرف صح؟ هيك منتفقين من زمان فهي ناقص واحد هون فبتصير 3 ساين تربيع الاكس ناقص 2 ساين اكس ناقص الواحد تساوي 0 هاي بتذكرك بايش؟ حد تربيعي حد في اكس لحالها وحد ثابت برضو عليك عاشر تشبه المعادلة التربيعية تشبه المعادلة التربيعية المعادلة التربيعية اللي على صورة اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي تساوي 0 كيف كنا نحللها؟ مفتح قوسين قوسين متشابهين وطرف الثاني يساوي 0 أحكي أنه 3 ساين تربيع الاكس هي عبارة عن 3 ساين الاكس في ساين الاكس زي كأني بالضبط بحكي 3 اكس تربيع شو تحليلها؟ 3 اكس في اكس طيب الإشارة الأولى في القوس الأول الإشارة الأولى ضرب الثاني في القوس الثاني هي السالب وهي موجب الواحد هي عبارة عن واحد في واحد يا عاشر هي واحد في واحد بس بك تتأكد من شغلة كتير مهمة عاشر إنه إذا بتضرب الحدين القريبين مع البعيدين المفروض يعطيك الجواب الحد الوسط فأضرب أنا وياك الحدين القريبين مع البعيدين سالب ساين اكس مع 3 ساين اكس إذا بجمعهم مع بعض رح يعطيني الجواب 2 ساين اكس بس الحد الوسط سالب 2 ساين اكس فإنت مضطر بس يتغيري الإشارات بتروح بتعمل نزغر المساح شوي بس بعكس الإشارات الموجب مع السالب ليه؟ لأنه ما طلع معي الحد الوسط فبيبدل الإشارات هون بعطي الموجب وهون بعطي السالب فبتصير 3 ساين اكس زائد الواحد وهون ساين اكس ناقص الواحد كيرو كتير يمس ممتاز ببلش أحكي الطرف الأول يساوي صفر والطرف الثاني يساوي صفر زي ما كنا نأخذ يلا نكمل أنويات بنبلش بهاي مثلا ساين اكس ناقص الواحد تساوي صفر زائد واحد زائد واحد بلشنا بالأسهل لاحظ ساين اكس تساوي واحد بسأل حالي السؤال المعتاد ما هي الزاوية اللي قيمة الساين لها تساوي واحد زاوية معروفة ليه لأنها ربعية شو الزاوية الربعية برسم بتذكر دائرة الوحدة مع الاحتاثيات سفر واحد واحد سفر عفوا سفر سالب واحد هون عندي سفر واحد وهون عندي سفر مع السالب واحد بتطلع بحكي القيمة الاولى هي الكوسين فما بدور على الاولى بدور على القيمة الثانية شو هي القيمة او الزاوية اللي قيمة الساين لها تساوي واحد هي ما في غيرها هي التسعين درجة فاكس تساوي التسعين درجة هي اول قيمة لأكس بحط عليها بوكس وبخبيها بروح للطرف الثاني اللي هو ثلاثة ساين اكس زايد واحد يساوي سفر خلينا نمسح التحقق عشان يكون عندنا مجال نحل الثلاثة ساين اكس زايد واحد احنا رجعنا مسحناها مش مشكلة طلع معي طلع معي بالاقواس ثلاثة ساين اكس زايد الواحد وطلع معي ساين الاكس ناقص واحد طلعوا يساوي صفر هاي اخدتها وساويتها بالصفر طلعت معي قيمة اكس تساوي التسعين باجي لهاي بحكي انه ثلاثة ساين اكس زايد الواحد تساوي زيرو ناقص واحد ناقص واحد راحوا مع بعض بتصفي ثلاثة الساين لاكس تساوي سالب واحد على ثلاث على ثلاث بسأل حالي السؤال شو هي الزاوية اللي ساين X إلها يعني قيمة الساين إلها تساوي سالب 1 على 3 أول ملاحظة بك تلاحظها أنه قيمة الساين سالبة وين الساين سالب رابع عليك في الأرباعة الثالث والرابع لأنه هون عندي ON هون عندي ساين هون عندي كوساين وهون عندي عفون التان وهون عندي الكوساين فوين الساين سالب لا بالأول ولا بالثاني هو بالثالث والرابع طيب على الأل الحاسبة تروح بتضغط shift مع الساين عشان تطلع معها قيمة x المبدئية قيمة x تساوي لما تضغط على الأل الحاسبة تقريبا رح تطلع معك يا عاشر قيمة x 19 ونص لتسالب واحد على ثلاثة طيب بسأل حالي سؤال حلها المعادلة مش 19 ونص ليه لأنه اذكر شو حكيت لك قيمة الساين سالبة في الربع الثالث والرابع معناته هاي 19 هي قيمة الثيتا المرجعية طب أنا بدي الثيتا الأصلية فبروح بحكي 180 زائد 19 ونص مر علينا مسألة قبل هيكة بالدرس قبل أنه أجمع القيمتين لبعض فرح تطلع معي قيمة x الأولى اللي هي 199 ونص 199 ونص درجة ليش عملتي هيك يا ميس برجع بعيد لك قيمة الساين سالبة في الأربع الثالث والرابع طب لما طلعت على الآل الحاسب طلعت معي قيمة الزاوية 19 ونص هاي زاوية مرفوضة ليه؟ لأنها موجودة في الربع الأول طب أنا زوايا اللي لازم تكون عندي في الثالث والرابع طب قاعدة الربع الثالث هي ثيتا ناقص المية وتمانين لما تنقل للطرف التاني رح تصير ثيتا زائد المية وتمانين بتعطيك الزاوية الموجودة معك في الربع الثالث طب تطلع 180 زائد 19 ونص اللي طلعت معي بيطلع الجواب الأول 199 ونص طب تعال لربع الرابع شو قاعدته؟ قاعدته 360 درجة ناقص 19 ونص تقريبا تقريبا رح تطلع معك يا عشر قيمة الزاوية اللي هي 340 ونص قيمة الزاوية 340 ونص فبيكونوا هدول هم الزاويتين المقبولين واحدة في الربع الثالث وواحدة في الربع الرابع يا عشر دير بالك هاي ملاحظة جدا مهمة ممنوعة تحل بغض النظر عن إشارة النسبة المثلثية إشارة النسبة المثلثية هي الانديكاشن تبعي أنا وين موجودة زاويتين وين موجودة في أي ربع برجع بذكرة أنت لازم ترجع تتبع على رينج المسألة اللي هو معتك إياها بأول السؤال أعطاك أنه زاويتك رح تكون بين الصفر ولل360 درجة أخدنا مثال على تكون زاويتين بين الصفر والتسعين أنه بس رح الزاوية تكون أقل من تسعين درجة ممتاز هيك صورت نسبة عرف أحل عن طريق تحليل المعادلة التربيعية أو عن طريق سحب العامل المشترك أو أحل بالطريقة العادية اللي هي أنه بس أنقل للطرف الثاني ممتاز طبعا هي برجع بذكرك شو الحلول التسعين اللي طلع معنا من الطرف الأول 199.5.340.5 طيب حلو كتير في عندك أتحقق من فهمي حل المعادلتين التاليتين اللي هما الأربعة ساين إكس تان إكس زائد ثلاثة تان إكس زي ما بتلاحظ أنه التان موجودة في طرفين معناته أكيد رح أسحب عامل مشترك طب تطلع على المعادلة التانية طرف فيه تربيع طرف فيه إكس لحالها وطرف فيه حد ثابت معناته رح أحل الفرق أو تحليل العبارة التربعية هنا عامل مشترك بتمنى عاشر لما أحكي لك تطبق على تحقق من فهمي إنك عن جد تكون تمسك قلم وورقة وبتطبق معي عن جد لأنه هيك بتمرن حالك على الحل ما تعتمد بس عن المسائلة أنا بشرح لك إياها لازم تحل المسألة أنا ما شرحت لك إياها عشان عن جد تختبر حالك إنك تعرف تحل أو إلا لا طيب زي ما اتفقنا بكل درس لازم يكون في عندي سؤال اسمه من الحياة طب سؤال من الحياة بيعلمك كيف بدك تطبق أو تستفيد من كل اللي شرحناه خلال الدرس عشان حياتك اليومية تعالوا أنه إياكم عاشر نقرأ سؤال من الحياة السؤال من الحياة له مثال رقم أربعة بصفحة مية وأربعة بيحكي لك مدفع هو يميل عن الأرض بزاوية قياسها ثيتا طيب أنت شايف بالرسم اللي أمامك هاي المدفع هاي المدفع بميل عن مستوى الأرض بزاوية لمقدارها ثيتا هاي الثيتا الموجودة عندك هي هاي الزاوية بين المدفع والأرض هاي الزاوية انطلق من فوهته بالون مملوء بالماء يعني طار من الفوهة بالون كان جواته ماء بسرعة ابتدائية مقدارها 12 متر لكل ثانية سيكنت متر بير سيكنت 12 هاي لاحظ أنها السرعة الابتدائية فسقط على بعد 9 متر من المدفع يعني لما قاس المسافة من عند فوهة المدفع اللي عند وين وقع بالون فكانت المسافة 9 متر حلو كثير اذا كانت العلاقة التي تمثل المسافة الأفقية distance هاي العلاقة أعطاك إياها distance مسافة distance 10 تساوي 1 على 10 من V تربيع طبعا V هايها على طول حكالك شو V هي سرعة البالون الابتدائية اللي حكالك إنها تساوي 12 ثم قيمة ثيتا مقربا إجابتي إلى أقرب 10 درجة تمام؟ يعني بس بديوها لأقرب 10 درجة طيب نرجع نمسح الخربش اللي خربشناها عشان نحل حل المرتب مدفع بميل بزاوي ثيتا عن مستوى الأرض المسافة بين وبين مكان وقوع البالون كانت 9 متر ربط لك العلاقة اللي بين المسافة وبين مكان وقوع البالون وبين مكان وجود المدفع هاي المسافة بعلاقة اسمها سمهاها distance معطاة بالسؤال تساوي 1 على 10 V تربيع sine 2 ثيتا V هي سرعة البالون ثيتا هي الزاوية اللي ما يلها المدفع عن سطح الأرض D distance وطلب منك أوجد قيمة ثيتا معناته مين المجهول عندي عاشر قيمة ثيتا طيب D هايها معطاة ما حكالك هاي المسافة D طيب السرعة برضو أعطانيها هالهي 12 متر per second هاي هي تساوي V معناته ولا ضل ولا إشي مجهول بهاي المعادلة غير قيمة الثيتا وبروح بطبق عليها بحكي إنه قيمة D تساوي 9 قيمة الواحد على 10 ثابت من العلاقة قيمة V تربيع اللي هي نفسها V تربيع اللي هي 12 تربيع وهي الـ 12 تربيع قيمة الساين ثيتا هي ساين 2 ثيتا فبدأ ننتبه إنه زي ما عملنا قبل شوي زي لما كانت ساين 3 شو عملنا بالإكس قسمنا على 3 هاي بالنهاية حلو كتير طيب ممتاز معناته بس بصفي علي أشتغل بالأرقام عشان تضل الساين ثيتا لحالها على طرف 12 تربيع 144 على 10 بدي بالنهاية يطلع معاك قيمة ساين 2 ثيتا بعد ما تشتغل كل هاي الأرقام رح يطلع معاك الجواب هي 10 90 على 144 اللي هي ساين إكس 90 على 144 فرض 2 ثيتا فرضناها إكس فالما بشتغل كل هذا الشغل بضرب ضرب تبادل 9 في 10 90 والـ 12 تربيع 144 رح أقسم على 144 على الطرفين فرح تطلع معاك القيمة 90 على 144 إذا أنت مش فهم أنا شو بحكي 10 برجع ببسط لك الأمور طيب نفتح صفحة جديدة إذا نسينا معلومة نرجع نذكر حالنا فيها دي ديستانس اللي أعطاك بس نفعل القلم دي الدستانس اللي أعطاني إياها تساوي الواحد على عشرة مضروبة في V تربيع اللي هي السرعة مضروبة في sine 2 ثيتا الدستانس أعطاني إياها من السؤال المسافة بين المدفع والبالون 9 متر تساوي الواحد على عشرة ثابت من السؤال V السرعة الابتدائية أعطاني قيمتها 12 متر بس عليها تربيع sine مجهولة لأنها الثيتا هي المطلوبة فبتضل قيمة السين زي ما هي أول خطوة 12 تربيع 144 144 في 1 رح يضل الجواب 144 على 10 في sine 2 ثيتا والطرف الثاني 9 عشان أحل معادلة فيها طرفين فيها كسر لازم نعمل مقامه 1 وأضرب ضرب تبادلي 9 في 10 90 تساوي 144 في 1 بتضلها 144 sine 2 ثيتا عشان أتضل الثاني لحالها رح أقسم على المية واربع واربعين وأقسم على المية واربع واربعين على هذا الطرف رح تضل sine 2 ثيتا تساوي 90 على المية واربع واربعين اللي قبل شوي كنت تحكي لك عنها طيب بس أنا هاي 2 ثيتا مغلبيتني زي ما كانت مغلبيتني 3x طب 3x فرضناها ثيتا طب 2 ثيتا بلاش حطها sine x تساوي 90 على مية واربع واربعين جيت أسأل حالي سؤال ما هي الزاوية التي قيمة sine لها تساوي 90 على مية واربعين أكيد قيمة صعبة رح أستعين بالآلة الحاسبة رح تطلع قيمة x معي تساوي 38 فاصل 17 قيمة x لما طلعها الآلة الحاسبة تساوي 38 فاصل 7 درجة هاي قيمة x طب قيمة x 2 ثيتا رجع قيمة x فبتحكي انه 2 ثيتا تساوي 38 فاصل 7 على 2 على 2 عشان تطلع معي قيمة الثيتا شو تساوي قيمة الثيتا تقريبا رح تطلع معك 10 اللي هي 141 فاصل 3 أو 38 فاصل 7 لما تقسم ها 2 رح تطلع معك 19 فاصل سبعة تمام طيب شو يعني لأقرب عشر يعني بس بس بدو منزل عشرية واحدة برجة بعيد الساين x لما رتبت كل الحدود صفت معي تساوي 90 ع 144 اقسم على الآلة الحاسبة وعطيني الساين inverse لأنه هاي القيمة مش معروفة بالنسبة لي لا هي زاوية ربعية نسبة زاوية ربعية ولا نسبة بيت 2 ثا وفرطها x فرجعت x ل 2 ثا بقسم على 2 على الطرفين فبتطلع معي قيمة x الأولى تساوي 19.7 تمام ممتاز طبعا هي 19.4 تقريبا مش 19.7 فمنرجع منأكد لكم هاي المعلومة إنها 19.4 يا عشر طيب اسأل حالك السؤال اللي علمتك إيا إنه قيمة الساين طلعت 190 عم 144 موجبة طب الساين وين نوجب موجب في الأربع الأول والثاني طب في الربع الأول طلعت معي الزاوية هيها على طول 38.7 ولما قسمت ها 2 طلعت 19.4 طب أعطيني زاوية أو قاعدة الربع الموجودة هون فبحكي إنه قاعدة الربع هي عبارة عن 180 ناقص 38 180 نزبتها شوي تمام 180 ناقص 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 38.7 هاي اللي طلعت معي عشان تطلع معي قيمة الثاية الموجودة في الربع الثاني طب شو طلعت معي قيمة الثاية لما أطرح بيطلع الجواب 141 فاصل تلعة تقريبا 141 فاصل ثلعة برجع بذكرك هاي قيمة X اللي انت فرضتها طب قيمة X كانت 2 ثا فبتحكي انه 2 ثا تساوي 141 فاصل ثلاثة على 2 على 2 فرح تطلع مع قيمة ثا الثانية بكل بساطة لما تقسم 141 على ثلاثة رح يطلع معك الجواب 70 فاصل 17 جوابي 70 فاصل 7 درجات حلو كتير ميس معناته كان عندي علاقة معروفة معروفة عوض التعويض مباشر صار عندي معادلة مثلثية بفضي كل اشي من جنب الساين عشان تضل الساين لحالها على طرف ضلت الساين لحالها على طرف طلعت قيمتها موجبة بس الحالي سؤال وين الساين موجبة موجبة في ربعين في الربع الاول والثاني في الربع الاول على طول بس هاي 38.7 هي قيمة اكس كاملة اللي انا فرضتها 2 ثي تفرضتها اكس فبرجع بقسم على 2 على 2 فبتطلع معي قيمتها 19.4 ممتاز هاي قيمة الزاوية الاولى طب الزاوية في الربع الثاني قاعدتها تساوي 180 ناقص الثي اللي طلعت معك بالبداية اللي هي 38.7 اطرح بطلع معك الجوا 141 فاصل ثلاث لما تقسم هاي 141 فاصل ثلاث قيمة اكس الكلية طب اكس انا شوف فرضتها 2 ثيتا طب 2 ثيتا على 2 على 2 بالطرفين فتطلع معي قيمة ثيتا الوحدة 70 فاصل سبعة فعندي خيارين لزاوية المدفع اما كانت زاوية المدفع 19.4 درجات او زاوية المدفع كانت 70.7 واتنتين زوايا حادة موجودة في الربع الاول يعشر هيك تقريبا نكون شيكنا على كل افكار حل معدلات المثلثية اخر فكرة زي ما حكيت لك دايما بتكون هي فكرة تطبيق او مثال من الحياة اللي لازم نوظفه عشان اقدر احل مسألتي واضح من نسبة للكم اكيد كان رح يكون يعني ابسط من الدروس الماضية لانه وظفنا كل اشي اخدنا بهذا الدرس منلتقي ان شاء الله على خير بالوحدة اللي جاية اللي هي تطبيقات على كل اشي تعلمنا وحدة تطبيقات على النسبة المثلثية منلتقي ان شاء الله يعطيكم الف عافية دمتم بخير سلام عليكم